السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الاكارم في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة تحية لكل الاحباب المشاهدين داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن العزيز مرحبا باصدقان مشاهدي حياة طيبة واحدث اليوم من الاهمية بمكان في ناس طبعا عندهم حكاية انه يا اخي اي زول عنده اي اضطراب نفسي انه ذا مجنون وناس بيعتقدوا انك ماشي للطبيب النفسي انه انت شخص مجنون علاقة الجن بالمرضى النفسي شنو والمرضى النفسي هنه هو ذاته مراحل درجات تخيل معاي انه ربع سكان العالم مصابين بالمرضى النفسي ربع سكان العالم مصابين بالمرضى النفسي ممكن يكون اي زول مصاب بالمرضى النفسي لكن بعد ذاك تتفاوت الدرجات من اضطرابات الى درجة اعلى تصل الى مراحل متقدمة نحن ذاتنا نظرتنا للزول المريض النفسي شنو يعني مجرد زول حصلت له او صدمة او انتكاسة حصل له اي صدأ في داخله الناس طوار يقول لك اغفلان جنة الحاجة دي اثار ذاته على الزور شنو يعني انت ذاتك لما نقول لك انت مجنون يبدو انه يشكى عليه كبير جدا انت ماشت الطبيب النفسي انت موصوم بوصفه معين في المجتمع حتى التعامل معاك بكون تعامل مختلف نحن ذاتنا في البيت يعني في بعض الناس الاسف الشديدة الزور اللي قفله في غرفة يا فلان ده ثاني ما في زور يتكلم معاه وفي الناس مصر الابعد من كده يربطوا بها حامل وجنزير ومشوا ادو الشيخ يحرقوا له معارف دخان وشطة مممكن لا هو عذاب سجن ولا علاج يعني وربما المضاعفات تؤدي بهذا الامر الى ما هو ابعد انا شاهد على قصة في التسعينات شخص بزمان الناس ما كان في وعي جاته ملاريا وزي ما بقوله طارت له في الراس وصلت له مرحلة متقدمة شوية وبقى يهضرب طبعا الناس بسيطين شاهدوا ودو الشيخ الشيخ قال هزول لي عندي جن احمر ما عارف شاف اللون ولا الحاصل فربطوه هذا الرجل جاته مضاعفات اللي انت وفى الله سبحانه وتعالى بعد شاهدوا المهم ودوه تحقيقه وكذا قال هزول لي عنهم ملاريا ومضاعفات مرغلة الغرفة دخان ومربوط بجنزير ويسكين ما عنده حلة اليوم حنتحدث عن كيف ندعاول مع المريض النفسي بلفقتنا دكتور ياسين القدال استشاري الطب النفسي اذا اهلا ومرحبا بالمشاهدين وكذلك رحبوا معي بضيف في داقة الاستوديو دكتور ياسين منورنا ومساك سعيد ان شاء الله اهلا استاذ يوسف مكي انا سعيد اكون في هذه الغناء في هذا المساء وتحية للمشاهدين والمستمعين وان شاء الله نفيدهم في هذا الموضوع بالتأكيد دكتور ياسين انا اكثر سعادة بهذا الحضور الانيق واليوم ان شاء الله من كلها هذه الحلقة الناس تطلع باشياء مختلفة في البداية كده عشان نخدت الناس ذاته في زي ويقول اي زول يعرف الحافظ شنو ما هو مفهوم المرض النفسي شنو يعني صحيح انا انا سعيد انك استعملت اه اه كلمة المرض النفسي والاضطراب النفسي انا احنا مرات بنستعمل كلمتين ذي المتراضفات يعني يعني يعانوا نفس المعنى اه المرض النفسي هو طبعا مرض بحكم التعريف اه بنعرفه في بتغييرات في الشخص من في السلوك في المزاج في التفكير في طريقة التعامل يعني الانسان يحصل له تصرفات مختلفة من التصرفات العادية يعني احنا بعدين لما نجي نفسر بعض الامراض المعينة ممكن نقول اعراضة وكده لكن يعني حتى الناس العاديين في البيت ممكن يلاحظوا انه شخصه ما طبيعي او تصرفاته ما طبيعية ما زي باقي الناس ما بالضرورة انه يكون حاجة شازة ممكن يكون بنوم كتير او بيقى منزوي او بيقى يشك في الناس او اشياء بشكل ده فده يعني ده علامات من علامات المرضى النفسي فتعريف المرضى النفسي انه هو في السلوك وفي التغييرات في السلوك وفي المزاج وفي التفكير اغلب الاعراض بتصارف السلوكيات انسان لو قاعد في بيت وقافل على البيت ما في ظل بعرف انه مرض نفسي لكنه مما يطلع ادعامل مع الناس بيضاحظ انه في حاجة ما في محلة في حاجة ما في محلة ده كلام جميل كده ممكن نكون خطينا الناس في الصورة العامة دكتور ياسين يعني همية الحديث عن هذه الجزئية بالضبط انتو كطبه نفسي ممكن بيتلاحظوا هذه المسألة طبعا دي مهمة جدا احنا عاوزين نوصل الرسالة لانه المرض النفسي هو مرض من ربنا يعني المريض ما نفسه بعمر نفسه مريض نفسي ممكن عامل الوراثة يكون له اسر ممكن بعض الضغوطات النفسية ممكن بعض التغييرات الكيمائية وبعض الامراض اللي انت حضرتها ذكرتها الميلاريا الميلاريا الالتهابات حتى النزلة العادية دي لما انتجي للزول ممكن تصبيب له اكتئاب نعم نزلة بسيطة دي ممكن تصبيب له اكتئاب نعم فالاسباب كثيرة جدا منها عضوية ونفسية واجتماعية واعراض مختلفة فنحن الرسالة ان المرض النفسي ده مرض زيه زي مرض السكري زي مرض الالتهابات زي زي مرض القلب نتيجة لتغييرات كيمائية في الدماغ يعني في مواد في ثلاثة اربعة مواد في الدماغ يعني ما نذكر منها حاجة اسمها السيروتونين واحدة اسمها الدوبامين واحدة اسمها النورادرينالين دي كلها بتغزي الدماغ وبتنظم كهربة الراس فاذا حصل اي اضطرابات في اجزاء معينة على حسب الجزء الحصلة الثيودية ممكن تجيك اضطرابات في المزاج او اضطرابات في التفكير او بعض التوخمات او بعض التغييرات الجسدية انو الانسان يكون يشعر بفتور تعب ما قادر يتحرك ما عنده فقدان للشهية دي كلها نتيجة للتغييرات الكمائية في الدماغ فعشان كده المرضى النفسي وانت ذكرت كلمة الجنون انو الناس زمان لانو الناس اللي يشعرون انو المرضى في اقصى درجات المرضى النفسي اللي هي مرضى الزهان او الشيزوفريني عشان كده اطلوا عالون انو الانسان ده مجنون يعني اي انسان يحيد عن التصرف المعتاد حتى الزول الشاطر شديد يقول لي اخي اخي شاطر شديد ده مجنون حديل او كورة شات كورة من حتى بعيدة يقول لي اخي ده مجنون حديل او انسان في حلقة ذكر منجزب وكده يقولوا ده انسان مجنون منجزب مجزوب فالاي تصرف يخلج من المعتاد الناس يصفوا بالجنون فكلمة ذي الجنون ما بالضرورة تعني المرضى النفسي لكن تعني اشياء كثيرة جدا في ناس بصل للمرحلة الغرق بقولك فلان ده غرق يعني كمدخل ان شاء الله احنا بنعايش واكع الان بقصة واقعية يحكي لنا احد الاصدقاء قال شخص يعني لابس كده زينا وواقف في الشارع بقصة كده قال لا اراضي بدأ يكورك ما اقول ده ما هو وضع الوضع الاقتصادي يعني انت قلت امراض الضغوطات الحاصة له علاقة بانه مثل الحكاية دي تزيد او تأثير طبعا له علاقة كبيرة جدا انه زي ما قلنا الازباب الامراضة النفسية ازباب وراسية او ازباب كيموية او ازباب نفسية او ازباب اجتماعية الاجتماعية تجي فيها الظروف الاقتصادية الضغوطات الحياة الناس الواحد ما قادر يوفق بين الاشياء العادية يعني تعريف الصحة النفسية هو التعامل مع ضغوطات الحياة بطريقة ايجابية والشعور بانه الانسان ده منتمي الى المجتمع دي والشعور بانه الانسان ده انسان منتج نعم والانسان لما يغصر في التلاتة حاجات ديل ممكن تفلت منه يخش في حالة مرض نفسي اكتئاب او اشياء كثيرة جدا وفي ناس اقول لك فاكي ملو سيك لكن ايجاب بعد الفاصل انشاء الله دكتور ياسين سنواصل مشاهدين الكرام كذلك لكن نشوف هذا التقرير ومن بعد نواصل هذه الحلقة والحديثة اليوم عن كيفية تعاملنا مع المريض النفسي اشتركوا في القناة حياة طيبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثاني اهم اسباب عبء المرض في البلدان المتوسط الدخل وثالث اهم تلك الاسباب في البلدان المنخفضة بحلول العام 2030 زاد عدد الاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب او القلق من 416 مليون شخص الى 615 مليون بين عامي 1990 الى 2013 اي بنسبة بلغت 50% وخلص الدراسة في العام 2015 الى ان العالم العربي ينفق سنويا اكثر من 5 مليارات دولار على اعمال الدجال والشعوزة وحسب منظمة الصحة العالمية يعد الاكتئاب السبب الاول للمرض والعجز في العالم حيث يصيب ازيد من 300 شخص وللدول العربية نصيب مرتفع من هذا العدد خاصة تلك التي تشهد صراعات وحروب اضافة الى المتاعب الاقتصادية والاجتماعية حياة طيبة اهلا بكل اصدقاء المشاهدين حبابكم عشرة في حياتهم طيبة والحديث اليوم عن كيفية التعامل مع المريض النفسي حكاية انه مجنون دي كذا الليل نقف عنها شوية برفقتنا دكتور ياسين القدال استشارة الطب النفسي شوفنا التقرير دكتور ياسين حبابك مرة ثانية وتعليق على هذا التقرير والله تقرير جيد جدا وأنا سعيدا انه تطرغ للناحية الاقتصادية للمرض النفسي يعني المرض النفسي مرد مكلف جدا مكلف للعائلة مكلف للمجتمع مكلف للدولة وخاصة اذا دخل العنصر اللي انت برضو ذكرت عنصر الشعوزاء والدجل انه ده كمان بياخر العلاج ويزيد من التكلفة يعني انا عندي مريضة جابوها العيادة وهذا كان بوداء ثلاثة شهور لشخص انا اصف وانه دجال انه كان علاج وانه يدخله في حمام تلج تلج يعني من البان يتلج يدخله في الحمام التلج دي وانتطنع منها الجن والاشياء دي لسه عايشة يعني هي عايشة يعني لحسن الحظة عاشت و جات وعطيناها علاجات والحمد لله بيقت كويسة ورجعت طبيعي جدا ويعني كانت ما بتتكلم بتكيل واتتكيل وبتصغير وعمرها كم وعشرين سنة فشوف التأخير ثلاثة شهور وعذاب للمريض وعذاب لأهله بعيدين من بيتهم بعيدين ابوه خل الشغل قاعد مع الشخص دي فده مثال والامثلة كثيرة جدا يعني العامل الاقتصادي يعني كما اثبت التقرير انه مكلف جدا بالنسبة للعائلة وبالنسبة للمريض وبالنسبة للدولة يعني بالتأكيد نعم دي جسئية دكتور ياسين الجسئية الاخرى انه اشار انه مثلا الدول اللي اكلها نموا او الدخل فيها محدود بترتفع فيها هذه الدرجة من الامراض النفسية صحيح وطبعا دي في اختلافات في وجهات النظر يعني فيه ناس بيقول لك الظروف الاقتصادية السيئة بتعدي الى الناس امرضوا نفسيا او هنا فيه الراية تانية بيقول لك انه المريض النفسي نفسه بكون يولد في منطق كويسة جدا وعايش مع اهله كويسين ودخلهم كويس بس لانه بيقى مرض مريض نفسي انحدر من المستوى اللي عايش فيه ده فجاء بدل كامسا لكن في حتة متوازنة وحي جميل جدا وطلع من نهر الدول مش سكن مع عزاب عشوية مش سكن في حتة فغيرة جدا عشان كده بيتلموا فيها الناس المرضى النفسيين ديال ففي اختلاف في وجهات النظر وفي التصورة لكن اكيد انه الضغوطات النفسية ان كانت اتصادية او ذاتية او نتيجة الامراض قد تؤدي الى ظهور المرضى النفسي اذا الانسان كان عنده الغابلية انه يجيه المرضى النفسي نعم لحظا في التقرير انه من التسعينات الى 2015 زادت النسبة بخمسين في المئة صحيح صحيح بلو تقرير من منظمة الصحة العالمية انه بحلول عام 2020 انه مرضى الاكتاب حيكون المرضى التانى في العالم بعض الامراض التانى زي القلب والرئاتين والكبد يعني المرضى اثنين في العالم 2020 حيكونه مرضى الاكتاب السبب شنو يا دكتور رياسي محنى حنا رجعني او ما تقول لين الوضع الاقتصادي برضو لا السبب طبعا زي ما قلنا انه الاول شي في اه اه الازباب اللي قلناها الازباب الوراسية بعدين في درجة الوعي يعني اكتشاف اكتشاف المرض والناس بيقوا الان الوعي كثير جدا بيقوا يجوا مبكر للعلاج والتقييم فالنسب زادت ما زي زمان يعني فالان الوسائل التشخيص وسائل التقييم يعني بيقوا متطورة ومتاحة نعم طيب نواصل اشارة دكتور يارسين القدال في هذا الحديث لكن نشوف رأي الجمهور اه نتابع هذا الاستطلاع مشاهدين الكرام مثل ما نعود لتكملة هذه الحلقة كونوا برفقة حياة طيبة اعتبر دي حاية من ربنا ها وحاية بيزول يعني يدعمل معه وتعامل راغي ويعتبر دي حاية من ربنا وما يضجر وما يزعل المعاملة الخاصة دي يعني لازم تكون موجودة في البيت يعني انت ما تحسسه بانه مريض نفسيا يدعم المعاملة عادية جدا جدا زي كأنه ما عنده المرض النفس يتزال والله يتعمل بطريقة كده لطفية طريقة تمام طريقة حصنة كده والناس الفي الشوارع ممكن المعسرين بيشنه ممكن الحكومة زاد يتعمل لهم دار رعاية كده يعني يكونوا قادين في عامل اهمان تمام البوسر بيكون ما انهم حق اليلاج بيكون ما فيه حكومة ممكن تعالجهم يبلهم طريقة تعد اليلاج وفي البيت تعملوه طريقة جدا تعملوه بطريقة حصنة كده تعملوا التعامل الطبيعي زي وزي وابن ادم يعني تحسسوا بالامان زاد جانه زادوا حزب الامان دي واحد وممكن على تودوت يتعالج لدكتور نفسي مع المتابعة وخلوه ندمج مع المجتمع دي هم حاجة يعني ما يطلقوا صايف الشارع يتعرض للعزية ويتعرض لكلام الغذر زي ما اقوله وحياة زي دي يعني حياة طيبة اهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان لكم التحية والحديث عن كيفية التعاون مع المريض النفسي شوفنا اراء متبائنا مختلفة من الشارعنا اشوف برضو كمان رأي دكتور ياسيني قدال رأيك شنو في الاستطلاعات اللي هي والله انا سعيد انه دي شريحة مستنيرة الحمد لله اه يعني الاول الشخص الاول اذا قال انه القصدي من ربنا نحن ذكرناه انه في ناس بيجيوني يقول لي يا دكتور انا الحمد لله عندي اي حاجة وظيفة كويسة وعندي مال وعندي متزوج كويس ومبسوط مع العيال لكن مكتئب ده مش شنو فالنازل نتكرك انو لازم كون في مرات زي ما يقولت من ربنا uh هكا الهي إذا انو كداится امرتنين انشاء شخصا الثانية احنا عامل المريض النفسي معاملة عادية ونحسسو بالامان ونتغبل وهكدا ف انا نؤمن ذلك سلوك جميل جدا وسينحنا ننشد ان المجتمع يعامل المريض النفسي مثل المريض الزي المريض العادي اثمان كانوا استشفياته النفسية ضيف ببنوة بره المدينة يعني هناك حتى بسموه الصناتوريوم نعم أنه المجانين هناك بعيدة يعني خلوهم بعيدين هناك ويأكلون ويشربون وبس ما يختلطوا بين الناس العكس الآن بيقات العيادات النفسية في المستشفيات العادية في العيادات العادية ممكن تلقى أنت قاعد مريض منتظر خصائي سكر واحد منتظر بتاع الروماتيزم واحد منتظر بتاع الأطفال وقاعد جمه مريض نفسي عادي جدا ما بيعمل أي حاجة يعني ما في خوف ما في كده فدي كلها بيتبدد الوصمة الاجتماعية أو التمييز السلبي ضد المريض النفسي كلما المريض النفسي لأنه المجتمع تغبل وكلما هو تغبل العلاج نفسه وشعر بالانتماء وشعر بأنه إنسان ينتمي لهذا المجتمع نعم من خلال متابعتك دكتور ياسين هل هذه الأشياء إلى الآن لا زالت موجودة يعني في تمييز من بعض الناس المريض النفسي للأسف في تمييز سلبي ضد المريض النفسي حتى وسط المجتمع الوسط الطبي يعني حتى لو في مريض مثلا جاء الطواري ومثلا عنده ألم في صدر ولا كده إما يكتشف أنه بيدعمل عنده أدوة نفسية طواري يقول حول على الطريبة النفسية من غير ما يكمل لباقي الأجراءات هذا خطأ يا دكتور هذا خطأ مش في المجتمع الطبي في المجتمع الإعلام برضو في الإعلام في الجرائد يعني أنت شفت العناوين المريض النفسي مجنون عمل كده ضرب كده ففي الوسط حتى في الأوساط الثانية العلمية في الأوساط السياسية أنه في تمييز بين المريض النفسي سلبيا وديب تحتاج يبدلين لتشريعات وقوانين حتى إذا الناس مرات ما قادرين أنهم من تلقى نفسهم يتعاملوا بالطريقة جيدة يبدلين لو في قانون يحفظ لحق لحقولها يكون أفضل فيه أنا يعني سعيدا أنه الإسبوع الفادة كان عندنا مؤتمر طب النفسي في خرطوم هنا وعرض قانون الصحة النفسية على البرلمان والآن هو في مرحلة الغراء النهائية لإجازته هذا يحمي حقوق المريض من الناحية الإجرائية ولكن التوعية توعية المجتمع دي مهمة جدا غير الغانون نحن مثلا يعني أنا أشيد بهذا البرنامج جزء من دوره أنه توعية المجتمع بالمرض النفسي أنه مرض طبيعي وعلاج طبيعي والأدوة النفسية عادية جدا لا تسبب بإدمان ولا تسبب أي أشياء أخرى فأنا أفتكر أنه كما ذكرت التمييز السلبي والوصن لتعمل السماء وجود ونحن نحتاج نحارب ونحتاج برضو إلى غادة المجتمع من رجال سياسة ورجال دين ورجال إعلام ورجال في المجال الطب والعلمي أنهم يساعدوا في تبديد هذه الوصنة الاجتماعية وذي بمثابة الإنقاذ يعني تنقذ لك إنسان من حتة لحتة تقول يا سين لو جينا خشينا الأسرة إحنا طبعا مرات عندنا حاجة كده طوالب ندهى ماركة للشخص يعني لو لاحظنا طفيل أو شخص شاب أو غيره جاتوا أي أعراض يعني أنا أفرق بينه يا أخي ده عنده جنون مثلا أو عنده مرض نفسي شنو المرض النفسي والجنون هو طبعا كلمة الجنون بالذات نحن ممكن نحتفظ بال مرض معين اللي هو بيسميه مرض الظهان أو الفصام أو بالعرب يقول الشيزوفرينيا أو بعض فيه اضطرابات تانية بيسموه اضطراب ثناي الغضب الهوس الهوس الظهان اللي هو بسموه مانيك ديبريسيف أو مينيا أنه الإنسان في الحالات زي دي بيحصل له انفصال عن الحقيقة يكون مغيب يكون عايش في دوام من الأوهام أنه مثلا الناس ما بحبوه قد يسمع صوات تتكلم عنه أو يقول والله أنا مثلا أنا المهدي المنتظر أنا ربنا أعطاني بعض الأشياء عشانا نصلح المجتمع أنا الناس عاوزين يتجسسوا علي بتاعنا الأملي بتابعوني بتاع الركشة معارف الظهر لي فيكون فيه أوهام حقيقية بالنسبة لي هو يعني شعرنا حقيقية جدا وقد يتصرف تصرف عدايا عشان يدافع عن نفسه يعني فيه ناس عشان كده نحن نقول الحضور المبكر للتشخيص مهم جدا قبل ما يستفحل يعني فيه ناس يحتدوا على أهلهم في البيت صحيح وفيه ناس يحتدوا على أخوان والله أنا شعر أنه والله خطر ده الجن أو ده الشيطان أو ده كده فذي ده المرحلة بنقول على مرحلة الجنون فيه اضطرابات نفسية كثيرة جدا لا نطلب على الجنون مثل الاكتعاب التوتر القلق الرهاب الاجتماعي الوسواس الغهري المراضة التي تجي مع الخرف والأزهايمر الأمراض التي تجي للأطفال اضطرابات التركيز والانتباه اضطرابات التوحد لكل ما نطلق عليك المجنون طيب نعمل حاليا كمان إن شاء الله في الجزئية دي ونشوف كل واحد شون يعني نعرفه كيف وتشخصه كيف لكن بعد الفاصل للكوريا السين إن شاء الله إذا المشاهدين الكرام نواصل هذه الحلقة ومن بعد الفاصل إن شاء الله نتيح المشاركة لأحبابنا المشاهدين كونوا برفقاتنا أحبابكم عشر مشاهدين الكرام في كل مكان لكم التحية وتتواصل هذه الحلقة طول حديث عن كيفية التعامل مع المريض النفسي برفقاتنا دكتور سين القدار استشاري الطب النفسي مرحب بك دكتور مرة أخرى ونحن قبل الفاصل طرحنا السؤال لهو أنا في البيت كأم أو أبو أو كأخ أو زوج أو زوجة كيف أقدر أميز إن أخ هذا الشخص يعني جاهو شي من الأعراض بتاعة المرضى النفسي دي سؤال مهم جدا نعم طبعا الناس في البيت اللي أبو أو الأم ليسوا أطباء فمن الصعب جدا عليهم يميزوا لكن ممكن يميزوا التغييرات في السلوك يعني ما يعدوا الموضوع كموضوع عادي جدا يعني لو لاحظوا أنه مثلا الطفل ده بدأ ينوم كتير أو بيقى يكون عصبي أو بيقى منزوي أو يصر أو مثلا حتى لو بيقى مثلا يصلي كتير أو مثلا يمشي قوات في الجامع ساعتين ثلاثة ساعات ما يجي الراجح أو بيقى يمشي مع أصحاب معينين كده ما كان يمشي معاهم أو مثلا بيصرف فلوس كتير أكثر من اللازم أو بيتشاكل مع أخوانه في البيت أو بيقى ما بيقدر يذاكر ما بركز أو المدرسة اشتكت منه أنا أفتكر ده طوال يعرضوا على اختصاصي نفسي يعني دائما الناس بيضجعوا الوقت يحاولوا يلقوا السبب يقولوا السبب شنو نخلوا يعمل كده خلونا نشوف السبب وزي ما يقولوا إذا إذا عرف السبب نعم بطل العجب بطل العجب والكلام صحيح مرت غد ما تعرف السبب لكن لا يلازم العلاج طيب بس في حتة حساسة حكاية الجامعة دي وشان الناس ما يفهم غلط يعني المكوس في الجامعة لفترة أطول أو أي حتة تانية يعني شنو على غطب على غطب مرات الإنسان بعض الأمراض النفسية الناس مثلا بيكون على حسب الثغافة بتاعته سلوكياته مثلا مثلا فيه إنسان يجيو التأب شديد يعتبر أنه هو مزنب أنه لازم يصلي كثير عشان ربنا يغفر ليه عشان كذا عشان كذا وقد يغسع لنفسه يعني يعني ما يأكل وجبه وجبتين ما يأكل يكون قاعد في المسجد أنا فيه مرضى كثير يجيو يحولون لي أئمة المساجد يعني الإمام المسجد يقول لك والله أنا لاحظت الودة تصرفاته غريبة شوية جدا هو واحد يقوم يتكلم مع الإمام يقول لك أنت عملت كذا عملت غلط عملت كذا فمرات يعني حتى أئمة المساجد اللي هم مش أطبة بلاهظة تصرفاته ما غريبة جدا حصلت طبعا حوادث في المساجد قبل كذا نتيجة أنه يكون فيه واحد طبيب مريض نفسي وما كان بيتعالج والناس يتكرون أنه والله إنسان مدين وكذا وبتاع وأنه مش للموضوع لكن وصل المرحلة أنه ممكن يشوف الناس دي كلهم كفار أو الناس دي كلهم غير مبصل بطريقة صحيحة أو كذا فدي مهمة جدا يعني عشان كذا نحن بعض من بعض الحملات أنه توعية إمة المساجد والخطباء في أنه كيف أنه يلاحظوا التصرفات الغريبة في المجتمع لأنه برضو فيها ناحية الأمنية ناحية السلامة بالنسبة للمصلين وبالنسبة للإمام نفسه دي كجزئية يعني أنت عارف نحن حتى دي قبل ما نمشي بنا حكاية الوسواس القهري يعني بالزاف في مساحة الصلاة وكذا فيناس الواحد ممكن يتوضع 20 مرة صحيح أو 30 مرة صحيح غير كذا يكبر وكذا يكبر ثاني أي تكبير صحيح دي مرض نفسي برضو ده مرض نفسي أو ممكن نقول عليه اضطراب نفسي يعني لا يرغى إلى درجة الجنون ولا يشاهد مرض نفسي ممكن نقول مرض نفسي خفيف يعني ممكن يجي درجات يعني ألوان الطيف يعني في إنسان عنده وسواس آخر بسيط جدا وفي إنسان عنده وسواس آخر حاد جدا اللي هو مثلا يتوهم أو تجيو أفكار أنه مثلا الوضو بتاعه بعض يعني فيمشي يتوضى ثاني وثالث ورابع وخامس عشر مرات أو مثلا في أثناء الصلاة يقرأ أنه ما ما كبر أو ما صلى صح يقوم عيد الصلاة مرتين وثلاثة واربعة يعني أنا بعرف مريضة أنه لازم أمه واخته يقيفه جنبه ويسمعه بتقرأ عشان يتأكدوا أنه عشان تقولون أنا بقرأ صح للمرحلة للمرحلة دي فلما إذا عالجت رجعت صلي عادي وما ما يحتاج يقيفه جنبه يعني لغين زمان كان لازم لما تيجي تصلي وما واخته يقيفه ورا عشان يسمعوه أنه هي فعلا قرأت صح ولا ما قرأت صح فلبيكتور يعني حتاة العلاج نحن كان داني جامد آخر لكن حتى نكمل الفكرة يعني مطبوع في زهن كثير من الناس مجرد ما مشتل الطبيب النفسي يديك الحبوب بتاعت النوم يعني كل العلاج هو حبوب نعم وطبعا بحكم الطبيب لازم يديك دواء يعني ما خلق تمشي سائل نعم لكن الدواء هو جزو 30% من العلاج نعم يعني 30% أنه يعطيك دواء لأنه قلنا نحن الاضطرابات النفسية زي الوصواة الغاهرية نتيجة للاضطرابات كيميائية في الدماء في مواد يا زايدة يا ناقصة الزايدة نحن نديد دواء عشان يجيب الطبيعي والناقصة دي نديد دواء عشان يرفعها للمستوى المعدل الطبيعي في كل الحالتين بتعالج السلوك مثلا زي السواسة الغاهر زي الاكتئاب زي التوتر زي القلق في علاج تاني بيعطيه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي هو العلاج الإدراك المعرفي اللي هو التطمين أنه تغيير الأفكار السالبة الأفكار موجبة أنه يعطيك أمل أنك إنت كويس أنك إنت ما مجنون ما حتفقد أصابك ما حتفقد أسسيطرة على نفسك يعني مرات الناس اللي بيكون بيجيوا خوف بس بيفتكر أنه حيفقد أسسيطرة على نفسه في برضو العلاج الناحية الاجتماعية أنه مثلا إذا عنده صعوبات في المدرسة نحاول نغش فيها إذا عنده بشاكل زوجية نحاول نعمل إرشاد عائلي أو زوجي ففي يعني طبي ونفسي واجتماعي وقبل شوي قلنا روحاني برضو الواحد يعني علاقته مع ربه وعباداته وروحانياته وعمل الخير في المجتمع أنه إنسان منتمي وكده جميل طيب دكتور نحن نرجع برضو لبعض الأسباب للأمراض النفسية حتى نكمل الفكرة مسألة الصدمات على العموم يعني صحيح زول حصل له فقط قروشه فجأة زول فقط حاجة عزيزة عليه شاف منظر ممكن يكون صحيح ده سؤال هذا ده سؤال مهم جدا اللي هو الصدمات يعني في ناس الصدمة تغويه وفي إنسان الصدمة تكسره فالتكسره ده ممكن تظهر له في شكل سولوكيات أمراض نفسية وكده فأنت كما تفضلت ذكرت فقد إنسان عزيز عليك أو فقد أي شيء عزيز عليك مثلا صفغة مالية أو وظيفتك أو زواج انتهى بالطلاق أو حتى لو سافر مثلا امرأة أو ولد سافر اخترب ممكن تحس بآلام الفقد دي اليوم قد يصر في أعراض اكتئابية مثلا عدم نوم حزن فقدان شهية فتور تصر إنزواء أو قد يصل إلى في أعراض تانية اللي هي مثلا توتر الإنسان فجأة يكون إنسان عصبي كان عادي جدا يبقى عصبي لما انتهي على السبب تقول أنه مثلا فقد شيء أو فقد شخص أو كده في ناس بيتعاملوا مع القصة دي بالنقران يعني تعامل كأنه ما حصل حاجة فذل الإنسان بيكون يقبط العواطب بتاعته فنحن في العلاج نحاول نطلع المشاعر والعواطب والحاسيزي أنه بطريقة إيجابية أنه يتخلص منه ويرجع طبيعي لحياته نعم بنتطلعهم أطفال محبطين من خلال سلوكياتنا معهم هل المسألة ممكن تأدي في المستقبل القريب إلى مسألة اضطرابات أو أعراض نفسية أكيد طبعا أكيد هي من العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي في المستقبل إلى مشاكل نفسية ما بالضرور تكون أمراض نفسية ممكن تأدي الولد أو البنت يكون متمرد ممكن يصل مرحاة أنه يبدأ يدخ يتطور إلى مرحلة المخدرات والكحول والعشادية ردت فعل الكابتل اللي كان يعانيه في الطفولة غد تأثر في شخصته تخليه إنسان شخصته مهزوزة أو ما عنده صغر بنفسه أو العكس أنه يحاول يكون متمرد لدريث أنه يأزي نفسه أو يأزي الآخرين يكون مجرم يعني يكون مجرم غد يصل إلى مرحلة أنه يعني تعارض مع الغانون ويدخل سجين أو يعمل أشياء ضد المجتمع فالتربية مهمة جدا وينشى وناشي والفتيانو منه على ما كان علمه وأبوه صح الطفل دائما يعني يتربى بالغدوة دائما يقلد أبوه يقلد أمه فكلما نحن تصرفنا قدام الطفل دي أو تصرف سوي وغويم كلما الطفل ده هو حتى لو عنده الغابلية للطرابة النفسية ممكن يحاول يعني تعدى المرحلة دي ويعيش حياة طبيعية جدا نعم مسألة التفرق بين الأبناء دكتور ياسين حكاية أنه أنا ميز ابني على ابن أو أفضل في العطاء أو حتى في السناء وكذا المسألة دي ممكن لكله أثر طبعا أثر كبير جدا أنه نحن مفروض يعني العدل في المعاملة بين الأبناء وعدم تفضيل الآخر على الآخر وعدم التأنيبة والعغاب وسط الأخوان الآخرين يعني إذا طفي الأخطى من المستحسن أنه تأخذه في غرفة حاله أو في مكان حاله وتتكلم معاه أنه يشأل الأخطى وتعطيه نصيحة وأنه ترجو منه أنه يحسن تصرف وديه لكن ما تضربه أو تؤنمه قدام أخوانه دي بيتقلل من شخصيته وبيتقلل من ثقته بنفسه يعني مسألة الاحتكار والتصغير دي لها أثر كبير جدا كبير جدا كبير جدا فكل ما كان الإنسان أعطيته قينونته أعطيته أنه إنسان عنده غيمة وعنده انتماء وعنده دور يؤديه كل ما يعني الإطراع والثناء بيجيب نتائج أكتر من العغاب لأنه بعد شوية الطفل يتعود على العغاب ومرات العغاب بدي نتائج سلبية أنه الطفل ده لما تضرب وقدام أخوانه يتعود معنا عطيته انتباه أكتر من أخوانه صحيح فدائما هو يكون مركز الانتباه فلو شعر أنه مثلا جاي في موغف كده وشعر الناس ما شغال بيقوم يعمل لي حاجة كيكسر لي حاجة عشان يدقه عشان الانتباه يجيو يعني مركز الانتباه صحيح بيقوم يشعر بأهمية أحسن من أخوانه حتى لو ينضرب حتى لو يدعب لكن هو نشوة الانتباه أنه أنا وبيدة الاثنين مهملين كده طيب إذا كان من جارب أكرا الجارب الثاني حكي التجاهل سوى كان التجاهل لهذا الطفل أو التجاهل لشريك يعني تجاهل مفرد عمل الأفضل عن جز ما علينا طبعا التشجيع التشجيع والإطراء والثناء الإنسان يتحرك بغريستين غريزة الهروب من الألم اللي هو العغاب وغريزة النشد المدعى فكلما الإنسان انت شجعت وأنه لو انت نجحت في الامتحان أنا حاجب لك الموبايل دي ولا حاجب لك توريص صورة الموبايل حاجة حقيقية مثلا أو أنا أخليك تدخل الجامعة الفلانية أو أخذك معاي في الحتة الفلانية فكلما أعطيته أمل حاجة في المستقبل هو يظبوا إليها أنه حاجة كويسة كلما كان تصرفه أحسن وأحسن كلما تجهلت والموضوع ضبابي جدا لو نجح لو عمل أي حاجة ما في أي ثناء ما في تقدير بعد شو يفقد الأمل ويفقد الحماس يتعنوا إنجح ويطور نفسه نعم دكتوريا هل المرضى النفسي يعني معدي زي الأمراض الأخرى يعني مثلا لو مصادق ليزول يعني مثلا أنه عنده مرض نفسي أو طراب نفسي حكاة دي ممكن تنتقل لي لا ما يعني بتاتا المرضى نفسي يورس ولا يعدي يورس ولا يعدي يمكن تسكين مع إنسان مريض ما يجيك أي حاجة بالعكس تاخد ثواب إنك تبتساعد يعني في بعض الأمراض اللي هو ممكن نقول على المحاكاة يعني لو مثلا في امرأة مريضة نفسيا تؤمن بأنه مثلا الجيران كلهم ضدها ويقطعوا فيها ودارين ضروها ممكن أطفالها يبدوا يصدقوا نفس الكلام ده فيجوا نفس الشعور ده فإذا فصلت منها للأم وعالجتها يروح المرضى النفسي عند الأطفال ده نعم حكاية مسألة الوسواس والشكوك في الناس الآخرين يعني أنت مثلا معك شخص في محيطك سوى كان محيطة العمل أو محيطة البيت زور شكات وحاس أنه الحكاية الناس كلها يعني زي يقول كده عليهم ممكن تنتقلك أو يعني بشكل طبعا ما ممكن تغلق ممكن يضايقك شديد جدا وممكن كمان ممكن يعني يهدد سلامتك وامنك يعني لأنه أنت ما بتقدر تغنعه يعني تعريف المرضى النفسي أنه سموه الدلوجين الأوهام دي أنه اعتغاد عند المريض خاطئ جازم ولا يشارك فوق الآخرين ولا يعني نحل بالمنطق أو بك يعني الزور الشكات ده ما تحاول تغنعه يعني أو تجاره حاول فوت للموضوع ما تحاول تغنعه يعني ما فيه ناس يقول لا أنا ما قلت فيك كده أنا ما عملت كده دي فده يحتاج علاج يعني هو فيه اتنين فيه فيه المريض نفسي بالشك وفيه الشخصية الشكاكة يعني فيه ناس شخصيتهم شكاكة به فده صعب علاجه لكن بيجوه مرض بأراد فيه الشك والشعور بالاضطهاد والشعور بالمعامل السيئة من الآخرين ده ممكن علاجه بالعغير وبالكاونسلين وبالإرشاد النفسي جميل طيب دكتور ان شاء الله هنتحدث عن الأسباب الوراثية نشوف بتجي كيف واشكالة كيف هل الزواج من أقارب له علاقة بهذا الشيء لكن عقب الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن مشاهدين الكرام نخرج لمتابعة هذا الفاصل ومن ثم نعود لتكملة هذه الحلقة خليكم معنا أهلا بكل الأصدقاء المشاهدين وما كانوا لكم التحيي والحديث اليوم عن كيفية التعامل مع المريض النفسي برفقتنا دكتور ياسين القدال ستشاري الطيب النفسي طرحنا سؤال يا دكتور مرحبك مرة ثانية أن الأسباب الوراثية تجير أشرحد وطبعا زي ما قلنا عامل وراسة في كل الأمراض يعني ما في الأمراض النفسية بس يعني الشخص الأهل عندهم سكري يجيو سكري يعني فيه ممكن يجيو سكري الناس اللي عندهم نسمنا المراضية الناس بدين ولا كده ممكن تجيوه الناس اللي عندهم أزمة في الصدر ممكن تجيوه فالمراض النفسي لا يختلف عن الأمراض العادية يعني يورس بالوراس يعني انت بتارث الجينات دي من امك ومن ابوه خمسين خمسين نجي لمرحلة الغابلية يعني في ناس يرسوا الجين بتاع المرض النفسي ولكن ما يجيوا مرض نفسي مثلا يكون عندك خمس اخوان واحد بس اجعوا مرض نفسي الباقي ما يجعون مع انه يرسل نفس الجين ودي تعتمد على تدخل فيها بعد ذلك العوامل ضغوطات الحياة ضغوطات العوامل النفسية العوامل البيئية الاشياء التعرض لها الانسان ده في جسده في نفسياته في اجتماعياته وفي كده مثلا عندك مرض الشيزوفريني هو واحد في المية في المجتمع اللي هو المرض الفصام اللي هو مرض يصيب طريقة التفكير وطريقة الاستقبال الاشياء اللي هو بيكون فيه الهلوسات زولي هلويس او يكون عنده معتقدات خاطئة يكون على الاوهام وكذا عندك مثلا المرض الاكتئاب من عشرة الى تلتين اربعين في المية ممكن في بعض المجتمعات طبعا انت ذكرت الزواج من الاغارب كاي مرض تاني لا ينصح بالزواج من الاغارب اذا كان في مرض نفسي عشان كده تلقى في عوائل في تجمع للامراض النفسية في العوائل ما بالضرورة يجيو نفس المرض يعني ممكن واحد يجيو شيزوفرينيا واحد يجيو طرابه جاني واحد يجيو اسواس غهري واحد يجيو كده لحسب تركيبة الشخص نفسه يعني ما بالضرورة امك وابوك انتجيك كده ممكن يجيك حاجة ثانية مختلفة جدا فعاملوا الرأسة مهم جدا العوامل النفسية برضه مهمة جدا العوامل البيئية ومسمون نحن البرسبتينج فاكتور يعني في عوامل بتاع الدفع يعني انه منقول الغشة التي غزبت الظهر البعيد يعني الواحد يكون متحمل 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 وعنده الغابلية لكن ما يجب فجأة تحصل له حاجة صحبة جدا فقد او اشياء يمشي الى مرحلة المرضى النفسية زي البالون زي البالون نعم لغاية المرحلة يفرق يعني يسموها مرحلة الانحضار يعني نعم فاكتور هل هناك اسباب بيئية؟ في اسباب بيئية طبعا من اسباب البيئية هي الاضطرابات الامراض اللي انت قلتها دي حاجات بيئية مثلا الميلاريا النزلات الانتهابات الفيروسية الكده التسممات من ضمن التسممات هم التسممات هي استعمال المخدرات استعمال المخدرات يعني بيدي نفس الامراض بتاعة الشيزوفرينية بيدي نفس الامراض بتاعة الاضطراب ويدي سناي الغض بيدي نفس بيدي اكتئاب حاد جدا غد يؤدي للانتحار بيدي عراض بتاعة التوتر وقلق بيدي اضطرابات في الزاكرة ممكن يصل لمرحلة الخرف يعني الناس أو النسيان في خرف نتيجة شراب الكحول والأشادي النسيان الكتير العدائية العصبية دي كلها ممكن تجي للعوامل البيئة اللي هي استعمال مخدرات يعني انت حاجة ما حاجة في جسم استعملتها فعملت تغييرات كيميائية في الدماغ خلت تصرف تصرف غير طبيعي نعم يعني في بعض الحين بيكون في شراكة بين مرض عضوي ومرض نفسي صحيح طبعا طبعا الطبعا ممكن تؤدي الى يعني مثلا المرة بعد الولادة ممكن يصيب اكتئاب تبكي مع انها فرحانة عندها طفل لكن تقلقها تبكي وحزينة وكده وتكرها الولادة وتكرها الولادة وتكرها الطفل ما سمى اكتئاب ما بعد الولادة الانسان لما يطلع من العملية بعد البنج تقلقى بهضرب يقول لك ده هضربة البنج لانه حصل تغييرات في مرات الزول حتى ما يصحى من النوم يكون بيجي وحضرب ما مركز كده بيجي وحضرب كده قبل لكن ذي حالة طبيعية ما مرضي عادية جدا ما واستصدر هذه تغييرات بيئية تأدي الى الى اضطرابات في السلوك وفي استقبال الحقيقة امام الشخص نعم هل هناك اسباب اخرى اضافية لهذه الاسباب اسباب طبعا الاسباب عديدة جدا يعني فيه ناس بيقولوا مثلا فيه بعض التلوصات البيئة مثلا مثلا الناس اللي عندهم يشتغلوا فيها ماكن فيها غازات فيها كده ممكن تجيبوا اشياء تتسبب له بعض ال برضو الاسباب الاجتماعية لو مثلا واحد شغال في شركة غاسي جدا وعيسه غاسي زملاءه غاسين ممكن يخش في مرحلة طحبات واكتئاب فده سبب اجتماعي يعني ما سبب كيماعي صحي انت ذكرت قبل شوية التربية في البيت التربية الغاسية للاطفال الازاء الجسدي الازاء للطفل والمرأة ده ورده قد يؤدي الى اكتئاب وتصرفات غريبة بالنسبة للشخص دي قد تؤدي الى انه تدخل طب نفسي او معالج نفسي الحروب لها دور يا دكتور ياسين الحروب مثلا الحروب والزوليف انت تشعر بانك هتموت حتقتل نعم هذا شعور مؤلم جدا التشرد انه يعني تتشرد من بيتك ومن اهلك وكذا يعني من الغرائب أنه يقول أنه الانتحار نسبة تدقل أثناء الحروب يعني درجات الانتحار يدقل أثناء الحروب ما أعرف ليش لكن أثبتت التجارب أنه مثلا معدات الحرار تكون زائدة لكن في الحروب تكون ما نقصت أو ما زادت خاصة بخطر أكبر خاصة بخطر أكثر يعني خاصة من حد يكتل بدلا هو يكتل نفسه يعني يحاول إنغز نفسه ما معروف السبب لكن دي أثبتت أنه العطالة قد تسبب المعروفة أنها تسبب الاكتئاب الطلاق الانفصالات قد تؤدي إلى أمراض زي الاكتئاب وكده الامراض تربي مثلا 5-6 أطفال في البيت لوحدة من غير مساعدة قد تصاب بالاكتئاب والتوتر والقلب وبعض المشاكل النفسية ففي ظروف اجتماعي كثير جدا قد تؤدي للطرابات النفسية نعم دكتور رحم الشين على خواتم هذه الحلقة ديرنا نشوف الحلول الممكن تقدم المجتمع برمته شون من الحلول كذلك نبدأ بها يعني لهذه الحلول الحلول طبعا هو أول شيء ارتفاع درجة الوعي أنه نحن المرضى النفسي ده مرض عادي زيوز الأمراض العادية وعلاجه متوفر والأدوية النفسية لا تسبب الإدمان ولا تسبب أن الإنسان يكون شكله غريبا أو تحرص صرفاته غريبا وما عندها مضاعفات جانبية خطيرة جدا مضاعفات الجانبية زيها وزي الأمراض الثانية وأنه الحضور المبكر للكشف والتغييم قد يؤدي إلى نتائج إيجابية وأن المريضة يرجع إنسان طبيعي منتج ومنتمي للمجتمع دكتور الإعلام وإنتم من خلال متابعتكم هل الإسحام بتاعه إسحام كاف ويعي الناس بأن المريضة النفسي ده زي وزي مريض عنده التهاب أو عنده أي مرض تاني للأسف دور الإعلام مغصر عموما الإعلام المغروة والمسموع والمري أنه دائما يتخذ عنصر الإثارة أنه نحن عاوزين إعلام جاد وإعلام مسؤول أنه يوري نفس الرسائل القنادية ويفرد مجال كما هذه الغناء للمختصين عشان يوعه المجتمع بأنه المرض النفسي ده مرض عادي ويمكن علاجه ويمكن المريض يعيش حياة طبيعية جدا والمريض النفسي يكون إنسان منتج وداعم في المجتمع بتأكيد دور الجهات السيادية والمنظمات المجتمع المدنية يعني نشوف كتير من المبادرات اللي بتساعد الناس لكن قل ما تجي إنه في مبادرة بتاعتني مثلا الناس اللي عندهم معلاقة بالمرض النفسي صحيح طبعا المرض النفسي دائما يأخذ درجتان من الأمراض لما نغاوم مع ناس القلب والجراحة والأطفال وأمراض أنني ستجد المرض نفسي إمرة ستة إمرة سبعة فده الجهات السيادية يعني يستحسن أن أول شيء تصرف على تزيد ميزانية الصحة النفسية بالإضافة تزيد ميزانية التدريب للأطباء والممرضين وتزيد من الأماكن التي يمكن المراكز الصحية يعني أنا اشتركت في دورة من الحياة المغدرة في ولاية الخرطوم بسموها صد الفجوة بين الرعاية الأولية والأخصائيين النفسيين فعملنا دورة لتوعية أطباء عموميين أطباء في حدي ذاتهم أطباء في حدي ذاتهم دكتور حمدي يكمل فعلة لكن نأخذ معنا متصري إن شاء الله ونختم بقى الحلقة مرحباً للمحمد سلام عليكم سلام عليكم الله يحييك يا محمد كيف تمام؟ الله يحييك تفضلي الله يخلي الحمد لله أتعيزة دكتور سؤال لك فياسين سلام عليكم أتعيزة السرعة على نوال باقي للمحمد تفضلي سلام عليكم بيت الثلاثين كيف؟ أهلاً وسهلاً ومحمد كيفك؟ الله يخلي الحمد لله حلقة طبعاً جميلة من شاء الله وربوني وفقكم بس أنا سؤالي يا دكتور يمني عملت عملية سلام يعني؟ صاح تعمل تفضلي أتفضلي يوم أعملت عملية يلا في الراف ودار عملية يعني بتاعة دودة التعذب والحارسية المهمة عملت العملية ونجحت ليس سنتين الحاجة البعاني منها هشي يعني بكون كويسة فجأة كينا بجيني خوفة الخوفة دي أنا ما قادر أعرفها ما شنو وبعد شوية ممكن بخش في حالة بتاعة إغماع يعني لكن بتكون زي خمسة دقايق ستة دقايق كده لكن طبن الحالة دي الحاجة الأنا بحشبها بجيني خوفة يعني خوفة كينا شديدة فما لا أدري أحب بلا شكرا 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 لكن في البدد مرات براي كده بزعل من غير أي سبب يعني ممكن أزعل بس يا أم محمد نعم أي هي العملية بتاعت شنو بالضبط في الراس كانت عملية في الراس يلا قليت دودة بتاعة بولحارسية وقال استوطنت في الخشاء وقال شمي كده غايته ما عالف وعملت العملية اهي كده عملت يعني هاته ليه زي سنتين كده تمام طيب الحمد لله الدكتور إن شاء الله سيجوا شكرا بن محمد وتحية لهنفي نيالة منطقة جميلة جدا طبعا أي عملية في الراس قد تأدي إلى بعض المشاكل النفسية نتيجة لأنك أنت كنت قريب من المخ يعني حالات الخوفة البجادي ممكن تكون عندها علاقة بالعملية ممكن تكون عندها علاقة بحاجة تاني غير العملية برضو هي بيقول البجاة لحظاتي غماء غماء هل الغماء تقصد بها نوبات سرع فلو كانت نوبات سرع أنا أنصح التعرض نفسي على طبيب مخ وعصاب ويجرى لها بعض الفحوصات زي الرنين المغناطيسي والرسم الغلب رسم المخ ستحتاج إلى أدوية ذكرت بعض العملية بعض العملية أيها لأنه مرات قبل النوبة التشنجات والصرع والإغماد بيجي خوف بيجي الإنسان خوف بعد ذلك بيجي النوبة التي هي النتيجة للطرابات في كهربة الدماء فأنا أنصح تقابل في نيالة الطبيب مخ وعصاب وأنا مدأكد إذا ما في حاجة بالنسبة للرأس سيحولها لطبيب نفساني وتلقى العلاج إن شاء الله دكتور ياسين خلاصة القول في أقل من دقيقة نحن على ختم هذه الحلقة أو في نصف دقيقة نعم والله زي ما قلنا التوعية التوعية بأن المرضى النفسي مرض عادي ويمكن علاجه وأدوية المرضى النفسي الأمراض النفسية أدوية عادية ولا تسبب مشاكل كثيرة جدا إن شاء الله ونتمنى لجميع الشفاء والحياة الطبيعية إن شاء الله شكرا جزيلا الدكتور ياسين القدال استشارة طبال نفسي كتر خيرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إذن إن شاء الله آمل أن تكون هذه الحلقة غطط كل الجوانب المتعلقة بالتعامل مع المريض النفسي حلقة الغد يمضى الله في الآجان إن شاء الله سنكون وتكون على الواجب نتجاه الوطن ووطننا قدمنا له شنو وحنقدم له شنو إلى ذلكم الحين تحياتي والفريق العامل في أمان الله